اهدي الى رسول الله يوما وهو في مجلسه مع اصحابه فشرب بعضا منه واراد ان يسقي اصحابه معه كما تعود على ذلك فاذا عن يمينه عبدالله بن عباس وكان غلاما صغيرا وعن يسار رسول صلى الله عليه وسلم وامامه كبار الصحابة وشيوخهم رضي الله عنهم وحسب ادب الاسلام فانه ينبغي ان يبدأ بالشرب الجالسون الى اليمين لكن ابن عباس كان صغير السن فهل يبدأ به ويؤخر الصحابة الكبار لذلك استأذن الرسول من ابن عباس واخذ رأيه في ان يبدأ بالكبار قبله ولكن ابن عباس لم يوافق وقال للرسول والله لا اسمح لاحد ان يشرب بعدك مباشرة غيري انا الاسبق الى هذا الفضل احترم الرسول رأيه واعطاه ليشرب فما اعظمك يا رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجين كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما في يوم من أيام رمضان جلست أسرة فقيرة على الطعام الجاف القاسي الذي استقر أمامهم ينتظرون أذان المغرب وقد كان رب الأسرة لا يملك من أمر الدنيا شيئا وقد جلس شارد الفكر يستعيد في قلبه الحديث الذي دار بينه وبين صاحب البيت ذلك الطاغية الجبار الذي تهدده وتوعده إن لم يأتي له بإيجار المسكن المتأخر عليه اليوم ليطردنه من البيت فماذا يفعل هذا المسكين وهو لا يجد لقمة العيش ولا يستطيع أن ينتصر لنفسه أفاق الرجل من خيالاته على صوت مزعج خارج المنزل وهو صوت الظالم صاحب المنزل الذي تجرأ وفتح الباب بعنف من دون استئذان ثم دخل ووقف كالمارد أمام الأب المسكين الذي تحيط به أسرته البائسة ومن غير كلام ولا مقدمات تناول الطاغية ذلك المسكين وأخذ يسبه ويشتمه ويركله بقدمه وارتفعت أصوات أسرة المسكين تبكي وتنوح وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفع كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وبعد ألم شديد ألحقه الطاغية بالمسكين خرج متكبرا بعد أن أخذ كل ما تملكه الأسرة من أثاث قديم وترك صاحب الأسرة الفقيرة كالميت انطلق صوت المؤذن لصلاة المغرب وهو يقول الله أكبر في أول يوم من رمضان وعند وقت إجابة الدعاء فرفع المظلوم يديه إلى السماء ثم قال اللهم انتقم منه اللهم انتقم منه ثم استغفر الله وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وما هي إلا ثلاثة أيام وإذ بذلك الظالم يشكو من ألم في ساقه فينقل إلى المشفى وبعد الأشعة والتحاليل قرر الأطباء أنه مصاب بمرض السرطان وأنه لا بد أن تبتر قدمه وإلا انتشر السرطان في رجله وبعد عشرة أيام خرج من المستشفى بقدم واحدة لا يستطيع المشي عليها وكانت المقطوعة هي القدم التي ركلت وضربت المظلوم فأخبرته زوجته أن ما حدث له كان بسبب دعوة الأب المسكين الذي اعتدى عليه وأهنه وسط أسرته ولم يرحم فقره أو حاجته وذكرته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اتق دعوة المطلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب وأوسطه بالذهاب إلى هذا الأب وطلب العفو منه وإرضائه وتعويضه عما أحدثه به من سب وضرب وإهانة واستيلاء على أثاثه البسيط الذي لا يملك غيره ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم اقتنع صاحب البيت بكلام زوجته وما كان منه إلا أن أحضر لأسرة المسكين أثاثا جديدا وتنازل له عن سكنه بلا مقابل ثم ذهب إليه وقبل يده وبكى أمامه ليغفر له ويسامح لم تتخيل سالي الطالبة الجامعية أنها ستصبح من المترددين على محاكم الأسرة فقد ارتبطت بقصة حب مع شاب يدرس معها في إحدى الجامعات الخاصة وظلت علاقتها به تزداد إلى أن سافرت معه في إحدى المرات إلى العين السخنة وأخبرت أسرتها أنها في رحلة تابعة للجامعة ورغم اعتراض أخيها الأكبر على سفرها وأخبرها بأن سفرها لا يجوز بدون محرم وأنه حرام شرعا إلا أن تساهل والديها معها جعلها تسافر وفي تلك الرحلة تم زواجها العرفي بصديقها الذي أسمعها كلامه المعسول وجعلها تضعف معه وتخطئ في حق نفسها وأسرتها وتوقع هي وصديقها على ورقة من كشكول وتسلم بعضها نفسها له ومن بعدها تصبح لعبة في يد صديقها وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا بعد أيام من زواجها العرفي دون علم أسرتها هذه الفرصة اعتذرت سالي لشقيقها وأخبرته بأنها لا تفكر في الزواج إلا بعد أن تنتهي من دراستها فتقبل شقيقها الأمر ولم يبين حزنه لها وغضبه من قرارها خاصة وأن رحلة دراستها ستنتهي بعد أشهر قليلة وبعد انتهاء العام الدراسي طلبت سالي من صديقها والذي تزوجها عرفيا أن يتقدم لها رسميا ليخفف عنها ضغوط أسرتها كلما تقدم لها عريس ولكن صديقها رفض وأخبرها بأنه سيسافر إلى أوروبا ثم قام بتطليقها في هذا اليوم حاولت سالي الانتحار بابتلاع كمية كبيرة من الأقراص ولكن تم إنقاذها داخل المستشفى وعند عودتها للبيت لم تجد سالي أمامها سوى إخبار أسرتها بزواجها ثم طلاقها وندمها على خطأها في حقهم وعندما علم ابن عمها بما حدث قال لشقيقها سأستخير الله في أمر شقيقتك وإن شرح الله صدري سأتقدم لها في أقرب وقت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون تزوج شاب ريفي يمتاز بطيبة القلب والبساطة من فتاة حسنة الخلق لا تقل عنه طيبة ومروء وبعد الزواج بفترة قصيرة جاء إلى المدينة هو وزوجته ومن سوء حظه أنه سكن بجوار رجل اشتهر بجبروته وظلمه والإساءة إلى جيرانه والأدهى من ذلك أن بناته وأولاده قد أخذوا نفس الصفات السيئة من أبيهم فكثيرا ما اعتدوا على جيرانهم بالسب والضرب وكثيرا ما طمعوا في ممتلكات الآخرين وأخذوها بالقوة والإكراه وذات يوم وأثناء وجود الزوج الشاب في عمله حدثت مشادة كلامية بين زوجته المسكينة وإحدى بنات هذا الرجل الظالم في مدخل هذه العمارة فتطاول عليها كل أسرة الرجل الظالم واعتدوا عليها بالضرب الشديد وبصل الأمر إلى تمزيق ملابسها حتى طر أحد الجيران أن يلقي عليها ملآة سرير ليسترها ولم يستمع الظالم لنصيحة هذا الجار الذي ذكره بانتقام الله منه إن لم يكف عن إهانة هذه الزوجة الطيبة ظلت الزوجة المسكينة التي ليس لها حول ولا قوة تبكي في أسا شديد وعندما جاء الزوج وأثناء دخوله للعمارة استقبله الرجل الظالم بالسب وكل ألفاظ نابية دون أن يعرف سببا لما يسمع وعندما وصل الزوج إلى زوجته بكت بكاء شديدا وحكت له كل ما حدث لها ونظرا لضعفهما لم يستطيع فعل أي شيء وبعد بكاء بطول الليل من الزوجين لم يكن أمامهما إلا الدعاء على هؤلاء الظالمين ثم قال لبعضهما بعد إهانتنا وضياع كرمتنا أمام الناس لا نستطيع البقاء في هذا الحي ثم قرر مغادرة المكان مكسورين الخاطر والعودة لقريتهما وبعد أن هجر المكان حدث حريق في منزل الظالم واشتعلت النيران في ملابس بناته الظالمات التي ضربنا الشابة المسكينة وخوفا من وصول النار لأجسادهن خلعنا ملابسهن وخرجنا عاريات في نفس المكان الذي كشفنا فيه جسد الشابة المظلومة ليكون الجزاء من جنس العمل وإذا بالجار الذي حذر الرجل الظالم من انتقام الله يرجع إلى الرجل الظالم ويذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه في بيته فلولا إذ ياءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر